ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيرينيتش مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية والتقديل لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاصة ودعا الرئيس السيسي خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة إلى تجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام مؤكدا دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم سبر الدولة لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة قال الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو إن مرحلة القتال الضاري ضد حركة حماس شارفت على نهايتها لكن الحرب لم تنتهي قبل زوال سيطرة الحركة على قطاع غزة وأضاف نتنياهو أنه بمجرد انتهاء القطال الشرس في غزة فأن ذلك سيسمح لإسرائيل بنشر المزيد من القوات على امتداد الجبهة مع حزب الله في لبنان في هذا السياق قالت حركة حماس أن الموقف الذي عبر عنه نتنياهو بشأن استمرار الحرب في غزة يستهدف اتفاقا جزئيا يستعيد من خلاله عددا من المحتجزين فقط ويستأنف الحرب بعدها وأوضحت حماس في بيان لها أن موقف نتنياهو يؤكد على رفضه قرار مجلس الأمن الأخير ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن على عكس ما حاولت الإدارة الأمريكية تسويقه وعن موافقة مزعومة من الاحتلال بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأفادت مصادر فلسطينية أن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منازل بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة كما قام جيش الاحتلال بنصف مباني عدة في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن سياسة الاحتلال تتعمد استعمال القنابل ذات القدرة التدميرية الكبيرة بالقطاع وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن الاحتلال ساستهدف مقر الأنروا وتم انتشال أربعة من العاملين على توزيع المساعدات خلال الساعات الماضية ورجح المتحدث الإعلان عن توقف خدمات الدفاع المدني إذا لم يتم إدخل الوقود والمعدات اللازمة للقطاع قال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل إن عدد الوفيات بين الحجاج هذا العام بلغ 1301 وأوضح وزير الصحة السعودي أن 83% من وفيات من غير المصرح لهم بالحق الذين صاروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس بلا مأوى ولا راحة وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة ختام مجد الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة